أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم النهاردة رزيلا هنقول لكتشر فور في المسل وهاللكتشر الأخيرة وخاصة بالسموث موسلز وكعادتنا قبل أن نبتد هنبتدي بمنقشة المنطقة على الامتحان السابق ووضعك الآتي السؤال الأول بيقول أولا هنا تحضر الخطة يعني هو اللي اختار الخطة ما تختارش صح تحضر الخطة السؤال الأولاني بيقول تحضر الخطة تحضر الخطة تحضر الخطة وطاعة تحضر الخطة تحضر الخطة تحضر الخطة تحضر الخطة إذا كان مدهد الغلاب ومع رأى التغيير في التنشن اللي ثابت هو اللنث وعليه فهذا النوع من الإنقباض إيزو مترق لان إيزو تنشن تنشن نكتبه برفوها من المظلة الـ D تنشن نكتبه تنشن نكتبه تنشن نكتبه الـ Active Tension صحه برضو طيب السؤال الثاني تنشن نكتبه تنشن نكتبه باختر الخطأ برضو الـ Velocity Maximum هو مطلوبة الـ Velocity Maximum نقاط خارج قطباي الكيرب كل الكيرب لديه 2 بولز دي بره البولز يعني بمعنى آخر نقطة إماجنة يعني معنى آخر نقطة غير حقيقية صح لأن الفلوسلي ماكسيمم هتحصل لما يبقى اللوت سفر لما يبقى اللوت سفر العضلة مش شايلة حاجة هتتنقبب بأسرع سرعة لما فيش أي لوت بس ده كلام غير صحيح لأنه لما فيش أي لوت لو العضلة مش حاسة أنها بتعمل حاجة لأنها قوة عاقلة سبحان الله ما بتنقبتش خاص تمام يبقى دي الإجابة صحيح زيادة البريلود والإنكريس الفلوسلي ماكسيمم زيادة البريلود والإنكريد ده الفلوسلي ماكسيمم طبعا هي دي الإجابة الخطأ دي لتختارها اللي هي بي لأنه يعني كيف تتغير نقطة ما عندهاش لود هي الفلوسلي ماكسيم نقطة نظرية آه بس نظرية ما عندهاش لود يبقى زيادة تأثر بتغير اللود وهي ما عندهاش لود فزيادة البريلود لن تؤثر في الفلوسلي ماكسيمم نقطة الثالثة نقطة الثالثة نقطة الثالثة نقطة الثالثة لان هنا بداور على التغير في الوضع في الوضع يعني العضلة بتأسر يبقى التنشن هو اللي سابق يبقى ده نقطة الرابعة الوضع في الوضع إجابة صحيحة ورده طيب سؤال الثالث بتشوفه مع بعض بنقول انه زيادة ستزاعد صح انه كل ما هتدي استيميلاس اقوى هيشغل عدد اكتر من موتر يونت عدد اكتر موتر يونت لحد ما كلهم يشتغلوا مع بعد كده يبقى دي إجابة صحيحة وبعدين زيادة ستزاعدة جراديولي اللي هو الستيركيس فينومنون ده حد ما توصل بلاتو مستوى معين برضو ايابة صحيح استيركيس فينومنون is explained by increased calcium صح انك انت ما بتدي استيبدايا ربعة كمية الكلسب اللي بتخرج من الساركوبلازمي كتيكلا وبالتالي بتتزايد في المصل وبالتالي تزايد الانقباط طيب النوت الرابعة بنقول الاتي انه increase the stimulus strength will increase the force of contraction of one motor unit دي الاجابة الخطأ لان الموتور يونت بتنبع all or none low فلو جودت قوة الستيملس مش هتزيد قوة الانقباط يبقى دي هنا هو الاجابة المطلوبة لان دي الخطأ مين اليونتس obeying all or none low اختار الخطأ الهول هارت يبقى all or none low طبعا دي ايه هي الاجابة الخطأ لان الهارت بيتكون من جزئين بوث اتريا بوث فانتكليس ما بينقبطش كوحدة واحدة الازونين مع بعض والبطونين مع بعض دي الاجابة الخطأ انما اللي بيبقى all or none low ال visceral smooth muscle دي اجابة صح النيرف فايبر اجابة صح اجابة صح اجابة صح اجابة صح اجابة صحيح طيب ان دي نيرفاشن وف اسكليتر المسل لو قطعت النيرف بتاع السكليتر المسل بيحصل اول مسل فاسيكوليشن وبعام مسل فايبر ليشن قولنا فاسك اللي يعني حزمة انما فايبر يعني شعر واحدة فانا بس هغير اضاءة شوية عشان الشامس قويه طيب يبقى المسل فاسكوليشن occurs at the start of degeneration of denervation أو degeneration of nerve fiber صح he's explained by denervation hypersensivity يا اجابة الخطأ denervation hypersensivity دي بتكسبلين المسل فايبر ليشن اللي بعدها وبعده it is recorded by metal disc electrodes صح لانها طبعا الفاسكوليشن قلنا اقوى من الغرب لشن فالكهرباء اقوى فممكن نلقطها بالمتال ديسك الالكترودي صح يبقى الإجابة المطلوبة هنا الخطأ اللي هي B وعليه الإجابة بتاعت المتحان ده على النحو الآتي السؤال الأول والتاني والخامس الإجابة B السؤال التالت الإجابة D السؤال الرابع الإجابة A يبقى واحد واثنين وخمسة B for baby 3D for daddy 4A for alpha ده كالإمتحان ونبتدع أولاد السموث مصل وهالمحاضرة الأخيرة في المسل فعنشو البقى ويهف تو تايبس أو السموث مصل في عندنا فيسرال طايب أهل قصادك وفي مالتيونيط طايب هنقارم ما بينهم تدي بال فيسرال طايب هنقارم ما بينهما فيه أربع نقاط واحد فيسرال طايب يعني هي موجودة في الفيسرة في الأحشاء دي بيبقى المسل فيبرز هي طبعا شكلها سبندل زي ما أنت شايف مغزالية هي يعني كل فيبر على حدة شكل سبندل موجودين في شيتس بالشكل هذا وما بين كل شيت والتاني ما بين كل آسف فيبر والتانية فيه جاب جونكشن كنا خدناها في الانترو داكشن عمل استمليشن لوحدة بس كلهم هيستجيبوا خلاص ليه The function as syncytium يعني ايه في اللغة كلمة syncytium يا أولاد syncytium يعني مدمج خلوي يعني الخلايا كلها متصلة لبعض كأنها خلية واحدة فعش كده يسموها syncytium نفس الوضع اللي هنشوفه في الهارت بإذن الله في الأذنين ليه بيشتغل الأذنين مع بعض والبطنين مع بعض لأن الفايبر ساعت الأذنين كلها والفايبر ساعت البطنين كلها الفينتركلز متصلة ببعض فأنت تستمليت فايبر واحدة كله يستجيب طب إزاي الكهرباء بتوصل من الفايبر دي إلى التي تليها عن طريق الجاب جونكشن اللي هو أقول البروتين السوداسي فأنت تستمليت واحدة كله يستجيب The function as syncytium وعليه النقطة التانية مرتبطة بالنقطة الأولى obeys all or none law يا كله يستجيب يا ولا واحدة يستجيب all or none law يبقى أول حكتين عرفناهم عن visceral type of smooth muscles أن visceral type of smooth muscles بتشتغل as syncytium مدمج خلوي وعليه في all or none law يا كله وفيش حد يستجيب العكس تماما في multi unit smooth muscles حتى من اسمها multi unit يعني أكثر من unit كل unit منفصل على unit من التانية ندكة units متسجدة sincytium وفيش الطابة عمل اثنين يقوم لكن كن كن يبقى خدت بالك النقطة التانية تستنتجها من الاولى يبقى هناك كانوا مدمج خلوي كأنهم خليها واحدة وبالتالي إما ينقابلوا كلهم لا يوجد حد ينقابل يبقى كونيها في الفيسرال طيب سنسيتيم خليها تتبع الأولوردان إنما هنا كونها سيبرت يونيتس كل فايبر واحدها حتى اسمها مالتي يونيت سموس مصر يبقى مفيش أولوردان كان بي جيد ممكن انقباب بتاع واحدة ممكن شغل اثنين ممكن شغل ثلاثة كلهم على حدة نقطة التالتة والرابعة مرتبطين ببعض برضه نحوز ناس فاهمة مش حافظة أولاد فهنا النيرف سبلاي يعني بيوصل للسوبرفيشال لير بس طبعا انت فاهم ليه؟ لأنه كفاية يغذي فايبر والكهرباء والكهرباء هتسري بنفسها من فايبر للتانية مش لازم النيرف يروح لكل الفايبر هو يدي فايبر ملاحظة اللي هي قارة محدة لي حتى يسعيلها عن نفسه اللي هي سوبرفيشال لير والكهرباء تسير من واحدة إلى الأخرى تمام؟ إنما هنا بقى بتلاقي انها النيرف المالت يونيت دينسلي انيرفاتيب لازم النيرف يديهم كلهم لازم يغوط دينسلي انيرفاتيب ليس يبقى بس في السوبرفيشال لأن الكهرباء ليس ستوصل من الأولى للتانية لازم يودي الكهرباء لهم كلهم لازم يبقى دينسلي انيرفاتيب نقطة الرابعة بقى مثال الفيسرا السموس مصلي دينه موجودة فين؟ في الهولو فيسرا هولو يعني أجوف زي المعدة زي اللعينة زي القولون يعني تنقبض كلها أولا تنقبض في الجط وموجودة في البلوت فيسل الفيسرا وطايب البلوت فيسل يكون ستكت كله يدائك كله إنما المالت يونيت أحسن مثال لها موجودة في الاي وفي الفاس ديفرونس اللي هو بيشير السائل المنوي في الذكر إنما خلينا في الاي لأن الإجزامب لطيف قوي في الاي عندي الايرس اللي هو الحدقة بتاعته بتضييق وتتسع حسب الضوء وتعال أفهمك ليه هنا ومالت يونيت لازم الحدقة تضيق وتتسع حسب كمية الضوء الضوء قليل تضيق حاجة خفيفة كل ما الضوء يشتد تضيق أكثر يبقى لازم كان بي جريدد يبقى ما ينفعش تشتغل كوحدة واحدة يبقى ما ينفعش هنا أقول ورنان لو خلاص ونفس الفكرة في السيلياري مصر الورا اللي هي بتقوي اللينز أما بص على حاجة تبعد متر غير نص متر غير 20 سنتي قوة العدسة هنا غير هنا غير هنا اللي هي بتتحكم فيها السيلياري مصر يبقى ما فيش حاجة اسمها أولورنان يبقى لا يوجد أولورنان في الآي ليه؟ الأنسب يبقى المالت يونيت التدرج إن انقباض الآيرس يتدرج حسب كمية الضوء انقباض السيلياري مصر وعليه قوة العدسة تتدرج حسب بعد الجسم عن العين ده محتاج عدسة غير ده غير عدسة وعليه خلصنا يا أولاد إن السموث موسيلز نوعان يا فيسرال وهي الأغلب وهي الأعام يا مالت يونيت الفيسرال دي موجودة في كل الفيسرال في الجات أهو زي ما قلنا وفي البلود فيسلز وقلنا أربع نقاط دعا نقولهم الأولى تؤدي للتانية تؤدي للتالتة الأولى إنه الفايبرز متصلة ببعض عن طريق جاب جونكش فنسميهم كأنهم خلية واحدة انت استميت خلية بس كلهم كأنهم مدمج خلوي سنسيتيا وعليه أولورنان يا كلهم يشتغلوا وكلهم ما يشتغلوش أولورنان وعليه النقطة الثالثة النيرف كفاية يغزي أول واحد يبقى يبقى شفت دي جابت دي جابت دي بالفهن يبقى إنه هو سنسيتيا يبقى فيه اتصال ما بينهم بالجاب جونكشن يبقى إذن يكون له أولورنان وإذن كفاية نغزي واحدة يبقى يبقى نقطة الرابعة الإجزامبي موجودة في كل الفيسرال ده النوع الأغلب إلى العكس تماما يبقى ده المالت يونيت إنهما السابرات يونيت وعليه يمكن تشغل يونيت شغل اثنين تشغل ثلاثة يبقى نفيش أولورنان طب بس لازم ينيرف يدي الثلاثة ما ينفعش يدي اللي فوقه الكهربا تاسري يبقى لازم يبقى دنس الإنيرفاتي دي نقطة الثالثة طب والإجزامبل أحسن مثال فتكرو اللي هو العين اللي هو الآيرس اللي هو القذحية اللي هو القرس البني يضيق ويتسع حضقة العين حسب كمية الضوء ما ينفعش أولورنان وكذا السيليري مصل طيب اقلب الصفحاتها من فضلك ابن الزوء حالة بقى نظل بخصوص بالمثال بالمثال قلنا طبعا إن المسل فيبر بتبقى ثينر ذان كاردياك موسل اللي هنجي لها بإذن لا في المحاضرة القادمة أرفع من الكاردياك موسل الأعداد دي طعم لهاش أي قيمة يا أولا مافيش أعداد زي كده زي تقيمة خالص لنا إنها مثلا طولها من 10 الميكرونز في الحتة الساميكة في النص ما هي مغزلية في النص دخينة 10 مايكرون في الأطراف بتوصل 5 مايكرون كلام ملوش أي قيمة عارف هنا الجملة الوحيدة اللي ممكن تبقى مهمة إنها أصغر ثينر ذان كاردياك موسل طب بماذا تتميز خمس نقاط مع عشقة مثل عشق النظام غيبة أربع حاجات وقلة الخامسة حلوة كده عشان نفتكر في أربع حاجات بيش موجودة مقارنة بالسكرية المسل وحاجة قليلة أول حاجة مافيش ساركومير اللي هو واحدة الإنقباض اللي هو إنه يبقى فيه شريط غامع في النص مايسل وعليه شريط فاتح يمين وشريط فاتح يمين اللي هو أكثر وعليه نوستريشن الترتيبة دي مش موجودة ملخبطين على بعض الفايبرس يبقى نو ساركومير وعليه نوستريشن اللي قدى التخطيط ده هو الترتيب الرائع بتاع السكليتال والكاردياك موسل فيه نو ساركومير الميسل اللي هو الدارك باند الاي باند وعش كده ساموه إيه قلتلكوا ليه عشان آيزوتروبيك ما بيلمعش في الدوق بينما الأكتن هو اللايت باند وسموه إيه آي باند عشان آيزوتروبيك بيلمع في الدوق هم قال هنا الترتيبة ازاي قال لك الثيم فيلمينس اللي هم الأكتن التاتشد لدنس باديس ماس كفي أجسام مكستفى أما الثيك فيلمينس عندهم كراس بريجز فيش ترتيبة دي طب ايه ثاني وثالث ورابع حاجة غايبين حتى عملت لكم بطريقة طيفة حب النظام وحب الطريقة اللي تخلي الطالب يفتكر كلهم بحرف التين الاسموث مصل نو تندون باني حاجة نو تروبونين مافيش تروبونين بيفصل المايسل على الاكتن هاكر التروبونين كان واقف مغطي البايلدينج سايتس في الاكتن طب عارف ليه؟ تعالى في ملك الفريق طيب فليه مافيش تروبونين يفصل المايسل على الاكتن؟ التروبونين ده اللي بيفصل المايسل على الاكتن كنا بنسميه رلاكسينج فيلمينت يعني طول ما هو موجود بيمنع ان الكروس بريجز تطلع من المايسل تمسك في الاكتن لانه مغطي التروبونين مغطي الاكتن وراه فبيمنع الكروس بريجز انها تمسك خلاص؟ طيب في حالة الاسموث مصل تعالى انفكر الاسكيلتال مصل جبلت على الكسل اهو انا المصل مش كونتراكت ده التروبونين مغطي الاكتن كل اشواء يعمل كونتراكشن انما الاسموث مصل طول النهار شغالة انت بتاكل ثلاث واجبات في الجهاز الهضمي مثلا كل واقع تاخد لها كم ساعة بل ما تضهضت؟ ويا ريت انت ساكت ده ثلاث واجبات وغير السناكس يبقى طول النهار الاسموث مصل شغالة مشغولة باللي انت عملت الدهولة يبقى يبقى هنقع نحط تروبونين شيل تروبونين مش بلاها مش حاوزين تروبونين خالص تروبونين اللي بيعمل ركسيش وهمش عاوزين ركسيش في الاسموث مصل احنطول النهار شغالين ثلاث واجبات غير السناكس بذلك نوتروبونين كده هتفكر هيبقى نوتندوم بحرف T نوتروبونين بدلها هنلاقي بروتين آخر بنشط الكالسام وانا خدناه في الانترولاكشن اسمه كال موديولين ده كالسام موديولاتين بروتين ده تاني حاجة تالت حاجة نو تي تي بيولز فيش تي تي بيولز وفور ساركو بلازمي كريتيكلم خلاص يعني الساركو بلازمي كريتيكلم اللي هو فيه كلسم بطل مصرحي أقليل ليه هنقبرضوها في السرارة دي لان الكلسم اللي بتعتمد عليه السموس مصل اساسا مش جوه المصل مش في الساركو بلازمي كريتيكلم اساسا بتجيبه من بره من الاكستر سيدور فلويد فعشان كده الساركو بلازمي كريتيكلم فور طالب قال لي ما تفهمنا اكتر انت تحب تفهمنا هو ليه السموس مصلز الكالسام بتاعها مش تحت اي ده في الساركو بلازمي كريتيكلم وبتجيب كالسام من بره تفتكر ان انا تبقى حاجة هجيبها من الخارج ولا من الداخل اما جيبها من الخارج تبقى العملية بطيقة حليني بقى عبل ما الحاجة دي تدخل لكن لو انا عاوز سرعة لازم الحاجة تبقى تحت اي ده في السكيتا المصل يا اولاد بتتمانس بالسرعة سريعة جدا لسكيتا المصل فلازم الكالسام يبقى تحت اي ده جوه المصل في الساركو بلازمي كريتيكلم فعندها ويلدي في ساركو بلازمي كريتيكلم انما في حالة السموث مصل اللي هي موجودة في الجهاز الهبمي الكالسام بره فعبال ما ييجي عن طريق كالسام تشانل زي ما نشوف واخد بال يعني ده هيجي من بره ده يخليها بطيقة وانطالب فهم اكتر والكالسام تشانل زي ما هناخد في السيركوليشن بيزنا بدوريها ابطأ يعني بنجيبها من بره ومن خلال تشانل بطيقة ده يخلي واحد من اهم الاسئلة في السموث مصل انها مقاراة بالسكيتا المصل السريعة جدا الاسموث مصل تتميز باي بقى انقولها انت ببطء شديد واحد يقولي ده عيب مش ميزة لا انا اعني ما اقول واقول ما اعني بتتميز بالبطء وعمرك ما هتنساهو ايه ميزة الاسموث مصل تبقى بطيقة جدا اهي انا بمثل انتستن اهي الاسموث مصل بطيقة جدا ان دايك دي تايم وقت للضيجشن وللأبزوبشن تخالة والاسموث مصل سريعة جدا زي الاسكيتا المصل كان يجيلك اي واجمة تاكلها يجيلك اسهال على طول وما لحقتش الى تتخدم ولا تمتص يبقى شوف الروعة في الخلق الالي انا مش عاوز نقرأ مع بعض ايود انا عاوز نفهم انت عشان تنجز عمل بسرعة يحط الحاجة تحت ايدك ولا تجيبها من بره منطق الامور الف سلجي كما الحال عاوزها السريعة يبقى تحت ايدي هذا هو الحال في الاسكليتا المصلس الكلسام تحت ايدها في الساركو بلازمي كتيكلا عشان كده اسرع مصل هي الاسكليتا المصل ده الاولمبياد اللي هي كلها مباراة في السرعة مباراة بين الاسكليتا المصلس صح بينما الاسموث مصل القصد الالهي انها كلسام مش تحت ايدها برا في الاكسرسوري فليوود ده ليس وهيجي من خلال كلسام شانل اللي هي تتماز بالبطن فالمحصلة الاسموث مصل بطيئة وفي ذلك ميزة عند ربنا عصدها ربنا عشان تشتغل ببطء الانقباب بتاعها فيدي ده تايم للديجيشن والأبسورشن شوف الحاجات لما تفهم تبقى جميلة ازاي طيب يبقى هنا القصة دي خامس ميزة ان فيها هنا بقى مش مفيش خالص يعني اول اربعة كانوا نوو شوف حتى الدياجرام حصاد السنين جميع ازاي؟ يعني متسبع المحاضرة وتتفرج على الدياجرام بتعب فيه قوي بسميه حصاد السنين تجاوب اي سؤال؟ فيها فيه فيو سوديوم تشانيل وبدالها فيه اهي اللي لسه بكلمك عليه اللي سلو كالسام تشانيل اللي هيجي من خلالها الكالسام من الاكساسير فليوود تمام؟ طيب طيب ليه فيه فيو سوديوم تشانيل نفكر؟ لان الكلسام اللي بنجيبه من بره غير انه يعمل كنتراكشن لما هيدخل هيخلي جوه بوستر وبره نيجاتيب يبقى عملي دي بولارازيش يبقى مش موه السوديوم كان دخوله بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ايه؟ دي بولارازيش اهم حاجة في دخول السوديوم طب ما تيجي ندرب أصفرين بحجر واحد الكلسام اللي جاي من الاكساسير فليوود غير انه يدخل يقبض العضرة وهو داخل كالسام بوستر بزا السوديوم يخلي جوه بوستر وبره نيجاتيب يعمل دي بولارازيش عشان كده لم نعتمد على السوديوم تشانيلز تم استبدالها ميش بالكامل مازال فيه فيو سوديوم تشانيلز بط سلو كالسام تشانيلز هي الكتيرة ليه البورتش جيتت كالسام تشانيل تتميز بالبط وقلنا عشان كده حتى الكالسام انتري بطيء وعشان كده سلو اكشن فوتنشل بسلو كونتراكشن دي اولاد خمس اسئلة في المالتبيل تشويس تبقى عرفها سام بماذا تتميز السموث موسيلز تتميز بخمس حاجات غيبة اربعة وقلة الخامسة نحب نظام عليه نو ساركومير وعليه نو ستريشن بعين التانية والتالتة والربعة بحرف T نو تندون نو تروبونين مش عاوزين ريلاكسين بروتين لاننا طول النهار شغالين وحطينا بدالها كالموديولين اللي هو بيعد للكالسام نو تي تبيولز و تور ساركو بلازميك ريتيكلام حتى هنا خروج الكلسام من الساركو بلازميك ريتيكلام متاع السموث مصل مش عم طريق الرانودين ريسبتور تشانل إنما عن طريق تشانل تانية خالص اسمها انيزيتول ترايفوسفيت كالسام تشانل يعني الساركو بلازميك ريتيكلام في نوتوتين في الامسكيو وغير انه بور انه في مش رانودين تشانل في انيزيتول ترايفوسفيت كالسام تشانل تمام؟ وبعدين ثم لان تم استبدالها بالسلو كالسام تشانل اللي هجيب الكالسام من بره من الاكتراسير في نفس الوقت هتعمل انقبال انا ممكن اقول لك بطريقة قلطة في حد اني مش في خمس فروق لا في ست اربع غايبين واتنين قليلين اقول لك بطريقة جديدة ايه الاربع اللي غايبين؟ قولهم لانت نو ساركومير جنمرة واحد وثلاثة بحرف التين نو تندل نو تروبونين نو تيتيبيوليس قد الاربع الغايبين طب ومين الاتنين اللي قليلين اهو ممكن اخلي دي نقطة سادسة ان الساركوبلازمي كتيكلام مش غايب خالص فور ساركوبلازمي كتيكلام وبدل ما فيه رانودين ريسيبتول تشانيل فيه انيزيتول ترايفوشفيت كالسام تشانيل وايه حاجة تانية ليلة مش مش موجودة خالص فيه سوديوم تشانيل حتى كده ما تذكرها اسهل اذا حبيت عندي طريقتين للعرض اربعة مش موجودين واثنين قليلين اربعة مش موجودين واثنين قليلين في الاربع المش موجودين تنته بحرف التين نو تندل نو تروبينين نو تيتيبيوليس اهي حاجة لا تنسي هتقعد فاكرة انا بقول انا اغمطت العين رأيتها خلف الجفون كأنك شايف الصفحة بتبقى مقصادك في المحاضرة محطوطة فترة فتقعد فاكرة كده اتغمض عينيك وتدخلق كما فيش تندل بحرف التين مفيش تروبونين ريلاكسين بروتين مفيش تيتيبيوليس و ايه تاني مفيش بس معمش بالتي نو سر كومير الول ستريش اللي هي اهم نقطة اللي بلقتي بها ليه لانه الماصل دي بص العنوان دي سموث ماصل مش ستريتد سموث مفيش ستريش الستريتد ماصل دول نوعان سكيليتان وكاردك يبقى مين اللي ستريتد سكيليتان وكاردك مين اللي مفهومش ستريشان و ساركومير سموث يبقى دولة اربعة اللي غايبين طب و مين اللي اتنين القوليين الساركوبلازمي كتيكلام بورلي ديفالوكت و فيو سوديوم تشانيلس و قولنا ما تنساش فيه سؤال داخل السؤال الساركوبلازمي كتيكلام بيطلع منه مش من خلال رانوديين دي سابر تشانيل انما انيزيتول ترايفوسفيت كالسام تشانيلس نقطة اللي بعد كده تشانيلس كهرباء السموث موسل كل دائم سكيو ياولاد لا يوجد حاجاته لسؤال التحرير الريستيج ميمبران في السموث موسل ليس ناقص تسعين زي نيرب و زي السكيتا الموسل انما من ناقص خمسين لناقص ستين ده الريستيج ميمبران ميلي فولت قلت فيه غلطتين هنا لو فولت تبقى غلط احنا ما عندناش في الجسم الكهرباء بالفولت كنا كهربنا بالميلي فولت ولازم تبقى مينس لانه مينس ده بيعبر عن الينر سيرفس ان الينر سيرفس نيجاتيف بقى مينس والاوتر بوس يعني قلنا فاكر قلنا في النير ان الريستيج ميمبران بيعبر عنه بيعبر عنه من وجهة نظر الينر سيرفس اللي هي نيجاتيف مين اهم نقطة في الامس كيو بقى انها انستابل يعني السابتة شو بتتغيرها ايه هناك كنا بنرسمها خط انما هنا انستابل طيب ثم تدي حاجة اقوى شوية اسمها سلو ويفز كل حاجة في السموز مصل تتمايز بايه السموز مصل كل حاجة بطيئة تتميز مش عبعة عشان تدي وقت ال الامس بعض السلو ويفز مش كلها ده سؤال بره في الامس كيو يصل للفايرنج ليبل هو ناقص 35 ميلي فولت يدي اكشن مبتنشن اللي وصل للفايرنج ليبل ود اكشن مبتنشن هو ده اللي هيعمل انقباط يبقى ده بماذا تتميز كهربة السموز مصل خب بالك هنا الاكشن مبتنشن في الرسمة دي نقطة مليون جنيه سبونتانيس يعني بتطلع تلقائية من غير نيرف في الاسكيليتال المصل مش ممكن يطلع كهرباء غير لو النيرف يجابه كهرباء انما هنا اكشن مبتنشن وبرده عشان تبقى فاهم اكتر عاوز ناس فاهمة انه السموث بس لو شلته كل الاعصاب بتشتغل لوحدة قولنا الاعصاب بالنسبة لها نيرف ريجيوليتو ان البارا مسلا يسرع الجهاز الهبمي صديقي الجهاز الهبمي والسيمباثاتيك يبطط انما لو شلتهم هما انين هي شغالة لوحدة بس هتقدرش تسرع وبط انما الاسكيليتال بس لو قطعت طب ليه بتشتغل لوحدة لانها تقدر تطلع كهربتها لوحدة شوف الروعة بقى طب مهمة فيش الكهربة هتطلع غير لو وصلنا الفارينج لابل فعشان كده ربنا خلى للكهربة دي ما تبقاش ستيبل انما عن ايه ستيبل ده يقربها لل فارينج لابل فلو جات السلو هيفز يعني على قمة الجبل الزغير ده هتوصل فارينج لابل تدي اكشن مفتنشي لكن لو جات عند البطن مش هتدي عشان كده مش كل السلو ويفز بتدي اكشن مفتنشي اللي بيبتدي من عند القمة بيوصل اللي بيبتدي من تحت ما بيوصلش يبقى ليه ربنا خلى ريستي ميمبر مفتنشل انستيبل عشان ده يسهل لها لو هي ستيبل بتبقى بعيدة عن الفارينج لابل لكن لما تبقى انستيبل ده يقربها من الفارينج لابل فيخلي مسئولية السلو ويفز انها توصل للفارينج لابل وتدي اكشن مفتنشي لتبقى اسهل ويطلع الاكشن مفتنشي وانتلك ولاد وراء الخالق خالق كل حاجة عاملها ربنا لغرض وانا شرحي مختلف لسبب واحد بس مش بسببه بسبب انه وراء الخالق خالق كل مرة بفكر هو ليه ربنا خلاها انستيبل الله في بعض اللي السلو ويفز بتوصلوا بعضها لا على ايه على هي بدأت منين بدأت من تحت ولا بدأت من فوق في الانستيبل راستيبل راستيبل اسهل توصلنا وتدي اكشن مفتنشي واحد من اهم الاسئلة في الامسكيو المنزل راستيبل المنزل المنزل امين مش هتبقى وضح من ذلك امين تحطى عليها سلو ويفز اذا وصلت الفارق مفتنشي هتدي دي سؤال مهم جدا في الامسكيو اكشن مفتنشي واحده اكشن مفتنشي اكشن مفتنشي طيب تعمل تعمل انواع الاكشن مفتنشي بس مفتنشي انا كل مرة جميلة السموث موسيل هي اكبر متحف للأكشن بوتينشلس فيها بكل انواع الأكشن بوتينشلس احنا في الجسم هي تدميئة حلوة هتفيدنا في السيركوليشن فيها تلات انواع من الأكشن بوتينشلس اول نوع خدناه مع النيرف ومع الموسيل اسمه سبايك بوتينشل موجود اهو سبايك بوتينشل لو قلنا بيحصل امتى في حالة السموث موسيل بيحصل انطوب اوف اسمه سبايك بوتينشل اسمه سبايك بوتينشل بس يختلف ايه عن السبايك بوتينشل بتاع النيرف والموسيل بتاع النيرف كان بياخد فاكر ذكرني 2 ميلي ساكنز والسكيلتال موسيل 2-5 ميلي ساكنز هنا بقى كل حاجة بتاخد وقتها في الجسموث الواصل 50 ميلي ساكنز 50 ميلي ساكنز ادي اول نوع كنا شوفناه في النيرف والسكيلتال مصر ثاني نوع اسمه اكشن كوتينشل ويل بلاتو يعني اهو اللي هو اللي تحتين بلاتو اللي هو مسطح فطبعا ده يطاول اكتر مدة الاكشن موتينش يطاولها بقى مش خمسين من مية الى مية ميلي ساكنز خلاص from hundred to thousand ميش ساكنز ميلي ساكنز اهي مكتوبة تحتها بس ايه انا هشيل دي لات لاخبطك from hundred ميلي ساكنز طويلة جدا فده ليه بيعمل ليه ربنا عمل هذا النوع تخيل ان احنا الاكشن موتينشل هو اللي بيعمل فده بيبرونج الكنتراكشن دي نمرة واحدة ويبرونج الابسلوتري فاكتور بيرود يعني سموس مصر اللي عندها اكشن موتينشل ويل بلاتو كما الهارت هذا الهارت اتكرتها الكنتراكشن سيبقى جدا والأبسلوتري فاكتور بيرود عgrad Honors التمط معاها الابسلوت رفلكتوري بيوت. تعال اشرح لك حتة من السيركوليشن وشوف مين هيفتكرها في المحاضرات القادمة في السيركوليشن بإذن الله. الاتريا والفينتكلز الأزونان والبطونان بتوع الهارت عندهم هذا النوع من الاكشا موتنشل اللي هو اكشا موتنشل ويس بلاتو. ليه? لان انقباض الاتريا والفينتكلز بياخد وقت طويل عشان يضخ الدم اهي همسي الهالك اهي. يعني الاتريا او الفينتكلز بينقابط الانقباض بتاعه نسبيا فترة طويلة. طب عشان ينقبض لفترة طويلة عاوز الكهرباء لفترة طويلة. عشان كده ربنا عمله اكشا موتنشل طويل ويس بلاتو. يبقى الاكشا موتنشل ويس بلاتو بيطيل من فترة الانقباض. ليها سبب اهم. لو الهارت هو بيانقبض الديتلوستيميلاس عمل انقباض فوق انقباض. ليها تيتانس. يتوفان الله على طول. لو الهارت في اسناء الانقباض استجاب الستيميلاس اخر في عمل انقباض فوق انقباض يعني انقباض متصل يعني تشنج. يموت فورا. فبينما التيتانس زي ما قلت كان هو المقبول في السكتل موسل. قلت السكتل موسل الاساس انها في حالة كونتينيوس كونتراكشن. التيتانس مرفوض في الكاردك موسل. طب دي حصلت ازاي? ان الاكشا موتنشل الطويل ده طول الابسيليوتريفاكتو بيروت. فطول ما الهارت في حالة انقباض هو في حالة ابسيليوتريفاكتو بيروت. ما استجبش لأي مؤثر اخر. فمش ممكن لو انقباض فوق انقباض. ما اعملش تيتانس. يبقى حتى اقولها في جملة داميلة. انا باتكلم عن الكاردك موسل اللي هي دلوقتي تنطبق على نوع من الاسموس موسل. قطال الله في عمر الاكشن في الكاردك موسل. ليه? ليطيل من شيئين. يطيل من فترة الانقباض عشان يقدر الهارت يدوخ قدام اجنس ريستانس عوش شاية وقت. معنى الانقباض قازم بياخد شاية وقت. والسبب الاهم يبقى اطال الله في عمر الاكشن ومتنشن ليطيل من فترة الانقباض دي نمرة واحد. وليطيل من الابسيليوتريفاكتو بيروت اللي بتاخد السنين وحتة في موسيقى. فطول ما الهارت في حالة انقباض يبقى هو في حالة ابسيليوتريفاكتو بيروت لا يستجيب لمؤثر اخر. فما يعملش انقباض على انقباض. فما يعملش التيترس. لان التيترس موميتة في الكاردك موسل. لو الهارت انقبض على طول يبقى انطبق جملة يوني الشلبي. يا ساتر يا رب الراجل طب. يا ساتر يا رب الراجل طب. شفت الفرق؟ حسين طالب فاهم في الامس كيو. وديني كان بشح لوقت شوية. لكن هنشرحها بالتفصيل في محابرات السيركوليشن. بتتميز بانها تقدر تعمل تيترس هاو. كونتينيوس كونتراكشن. ليه الاكشا موتنشال سبايك صغير جدا. اولا الانقباض بتاعها سريع جدا. خلاص. الاكشا موتنشال صغير. كل حاجة تناسب الوظيفة. وبعدين الابسيليوتريفاكتو بيروت صغيرة. فممكن لما تدي ستيمنس يحصل انقباض فوق انقباض يعني يحصل كونتينيوس كونتراكشن هو تيترس. لما بقى اشعال الشنطة ايدي في حال كونتينيوس كونتراكشن. وانا مسبب وضع كده في حال كونتينيوس كونتراكشن. يبقى الاسكيلتا المسل. سبايك اكشا موتنشال يعني شورت اكشا موتنشال. فده يديك انقباض سريع. ويديك تنترس. انما في الهارت لا. في الاكشا موتنشال طويل. في بلاتو. ليطيل في مدة الانقباض. ويطيل فيه التانية بقى. فطول ما الهارت منقبض ما استجبش لمؤثر اخر. وبالتالي ما يعملش انقباض فوق انقباض. يبقى الكارديك موسيل. وعليه تتانس. اسئلة مهمة جدا. اي هوب هم كلير. تالت واخد نوع من الاكشا موتنشال. موجود في الاسموس موسيل. وهناخده في الكارديك موسيل. هو البيس بيكر بوتنشال. ايه عيب النوع الاولاني ده ان احنا لما فبنوصل للفائرين نقبض بطريقة بهازرد. غير منظمة. فكل شوية اللي سموس موسيل تنقبل. مش دروقي بانتظام. محدش قال انها لست تنقبض بانتظام. الهارت لازم ينقبض بانتظام. تمام؟ يبقى عشان ينقبض بانتظام بصري لازم نوصل للفائرين نقبض بانتظام. اهو. فالاكشا متنشال تطلع بانتظام. فالهارت يشتغل بانتظام. فده اسمه اكشن بوتنشال. يعني هذا النوع الاكشا متنشال موجود في البيس ميكر فقط. الجزء اللي بيشغل القلب. او اللي بيشغل اسموس موسيل. انا حم نتكلم بلقاء اسموس موسيل. اللي هو مين اهم حتة بتشغل القلب? الساينو ايترال نوت. لازم الساينو ايترال نوت تطلع على الاكشان بوتنشال بانتظام. فالهارت يشتغل بانتظام. طيب. لو ان احنا بقى الانستابل ريستيج ميمبر مفوتنشال وهو بنصيبه بقى مرة يوصل مرة ما يوصلش كان الهارت يشتغل بطريقة غير منتظمة مقبولة في الاسموس موسيل انها تشتغل كده شوية. توقف شوية. تشتغل شوية. مهم بالانتظام في الاسموس موسيل. وان كان في اجزاء في الاسموس موسيل عندها زي الهارت يشتغل بانتظام. ان بالهارت لازم يشتغل بانتظام. يبقى لازم الوصول للفارج ليبل يبقى بطريقة منتظمة. بص الايدي بقى. ده الفارج ليبل. وده. عنده وصل للفارج ليبل بانتظام. كل مرة يحصل لفارج ليبل يطلع اكشا. فالوصول للفارج ليبل يتم بطريقة منتظمة. وبالتالي يشتغل بطريقة منتظمة وبالتالي الهارت يشتغل بطريقة منتظمة. نسميها ريذميستي. يعني الإقاع. ليه? لأن الوصول للأكشن بطريقة منتظمة. لأن البيس ميكر عندها حاجة اسمها تتميز بحاجة اسمها بري بوتينشيل. توصلها الفارنج لابل. بتصل الفارنج لابل بانتظام. فيطلع تخيل من فوق بيطلع اكشم تنش. اكشم تنش. اكشم تنش. اكشم تنش. اكشم تنش. بانتظام. فالهارت يشتغل. بانتظام. ريزميستي على القاعد. الاسموث موسيل بقى فيها كل الانواع. الثلاثة انواع من الاكشم تنش اللي موجودين في الجسم كل وديك درستهم. تعال حتى نعملها تجميعها حلو. الاسموث موسيلز تمتلك التعالي ان فيه حتة في الاسموث موسيل بتشتغل بانتظام. يعني الحتة في الاسموث موسيل اللي عاوزينها تشتغل بانتظام. بيبقى فيها هذا النوع من الاكشم تنش اللي هو البيس ميكر بوتينشيل اللي يتميز ببري بوتينشيل. تمام يا أولاد? يبقى كم نوع عرفتوا في حياتك من الاكشم تنش دي? كم نوع من الاكشم تنش دي? كل الانواع. طب في الجسم فيه كم نوع? ثلاثة. ده حتى تجميعها رائعة. يبقى عنده سبايك بوتينشيل. كما كما مين? كما السكليتال موسيل? والنيرفو حتى راجعت معك قلت لك النيرفو يبقى مدته طو ميلي ساكنز. في السكليتال موسيل تعال راجع قولها انت. طو ميلي ساكنز. هنا سبايك بس اطول شوية. خمسين ميلي ساكنز. عندها اكشن بوتينشيل زي الهارت. الهارت في نوعين من الاكشن بوتينشيل. نوع في الاترا والفينتكل اهو. اللي هو اكشن بوتينشيل ويس بلاتو. مدة طويلة جدا. مية الالف ميلي ساكنز. اكشن بوتينشيل طويل فقطال في حاجتين. انا بقولها حتى اطال الله في عمر الاكشن بوتينشيل. ليطيف حاجتين. يبرونج الكنتراكشيل. طول ما ظهرت بانقابض لا يستجيب في حاجت. فما يعملش انقباض عن انقباض عمره ما يعمل تيتا ناس. طيب. النوع الثاني في الكارديك مصر. خاص بمين؟ بالبيسميكر زي الاس اي نود زي الابي نود ساينو اترا نود اترو انتيكر نود. ده ايه بيطلع الكهرباء بانتظام عشان يشغل قلبه بانتظام. فبيتمايز بحتة دي اسمها بريبوتينشيل. بري يعني قبل الاكشن بوتينشيل. بريبوتينشيل. اللي هي بتضمن الوصول للفاريغ ليبل بصورة منتظمة. فطلوع الاكشن بوتينشيل يتم بصورة منتظمة. فانقباض الهارت يتم بصورة منتظمة بايقاع. اللي خاصية في الهارت نسميها ريزمي ريتمي حتى في العرب ريتمي يعني اقاع. مين بقى عنده اكبر متحف للأكشن بوتينشيل سموس مصر. عندها بتاع النيربوليسكيتر مصر وعندها الاتنين بتاع الهارت. وقول لك حاجة. مفيش نوع رابع من الاكشن بوتينشيل في الجسم. كده انت عرفتهم كلهم. طبعا ده هياخد محاضرة في الهارت. وده هياخد محاضرة تاني في الهارت. اشتبه فاق. يعني بس الوقت بيقولي فكرة. ولا تنسى السؤال المهم. بماذا تميز الريستيج ممبر متنشى بتاع الهارت. من ناقص خمسين ناقص ناقص تاني بتيجي. سؤال ميلي بورت. لكن الاهم منها انه انه انستيبل. طبعا المعلومة التانية انه بيتحط عليها سلو ويفز. لو بدأت من تحت مش هتوصل فاريج ليبل. لو بدأت من فوق هنا هتوصل الفاريج ليبل. وتدي اكشن ومتنش. اللي هيدي اكشن ومتنشن هو اللي هيدي اكشن ومتنشن. بس ده كهرابة لسموس مصر. طبعا نيجي بقى عندي سؤالين في الاسموس مصر زي اولاد. في التحريري. وبرضو قلت ما هو تحريري مهم نفس القاعدة. ما هو important written question فهو important oral question important multiple choice question. نيجي ناخد excitation contraction coupling في الاسموس مصر. اللي هي molecular theory of contraction انقباط. وما عشقت مثل عشق النظام. حبش اتوه الناس ابتن. قبل ما ببتدي بحطك في mental set هاي الجهن. في كام فرق خمس فروق. يوجد خمس فروق. اول فرق. هتعملهم لك نقط صودة هاي. بقولي الرسومات دي حصاد السنين. مصدر الكالسيوم هنا جاي اساسا مش فقط للأوائل من الاكسترا سيرا فيويد. مانلي. نقط اولي. يعني في شواء سيارة سيركو بلازمي جايين من السيركو بلازمي جايين من الجوة اللي هو نوت والديفيلوود. اللي حتى قلنا ان التشانيل بتاعته ما هاش رينودين تشانيل. إنها ما اسمها انيزيتول سيركو بلازمي جايين من الجوة اللي هو جايين من الجوة اللي هو غير مصدر الكالسيوم. إنها مصدر الكالسيوم في الأساسية من الاكسترا سيرا فيويد. هيدخل هيدخل ازاي؟ عن طريق نوعين من الجوة اللي هو غيره من العمل. يعني إما الوالتج جيتد بتفتح في الكهرباء. يا إما لايجاند جيتد بتفتح في اللايجاند اللي هو كيميكال يستخدم الكالسيم يتميز بالبط يعني غير ان الكالسيم سيأخذ وقت دخوله نفس وقت يتميز بالبط يتميز ليس يعيبها البط يتميز عشان تدي الوقت للضيجشة خلاص؟ في الوقت عندنا اشكالية صغيرة يبقى انا عندي كالسيم من بره وكالسيم من بره طب عاوزين يشتغلوا انهارموني يعني زي بقول ايه هنا في هو الهورساند كاريج يورونا هنا سبقات في امريكا اللي هو عارف افلام الغرب العربيات اللي هي بالحصينة دي انت فاكرة سهلة جدا ان يبقى في صفين حصينة بيجروا ده انا لقيتها صعبة جدا لان لو صف جري اسرع من صف العربية تقليبت هي طبعا بيجيبوا ناس متمرسين في الافلام فبتبدولك سهلة جدا لحصينة زبطة روحة لا نفس القصة هنا فربنا عشان الكلسيم اللي طالع اللي جاي من بره يتوافق مع الكلسيم اللي من جوه عمل ظاهرة رهيبة جدا خلى الكلسيم اللي جاي من بره يطلع اللي من جوه يبقى ان هم يشتغلوا مع بعض فظاهرة يسموها كالسيم انديوزد كالسيم ريليس يعني الكلسيم اللي من بره بيينديوز يعني بيعمل كالسيم ريليس من السارتو بلاس من جديد كالسيم انديوزد كالسيم ريليس باللول اللي احمر لان زي الهورس اند كاريج العربية والهورسز لازم الصفين يجروا مع بعض بالظبط وإلا لو واحد سبق شوية العربية تقلبت بقيتها عمليها فلتها صعوب وقلت ياه ما كنا نشوفها في الافلام سهلة جدا لا صعبة جدا اداء والفرق ثاني فرق ان الكلسيم اللي من بره كلسيم لما دخل ما ينفعش يعمل حاجه لازم يتم تنشيطه بروتين يدب يعدى نشاطه اسمه ايه الكلسيم البروتين ده اسمه كالموديولين وفهمت يعني بروتين موديولاتين الكلسيم ما نعلم تكو تلميولوجي اي ايني عن بروتين موديولات يعني يحور الكالسيم فيساموه كالموديولين فالكلسم اللي واحده مش ممكن نعمل انقباض هنا لابد من تنشيطه بسطة الكالموديولين يدي كالسام كالموديلين كومبكس نقطة الثالثة هناك كان الكلسام بيروح فين في السكيتر المسل بيروح للسي بارت اوف تروبونين يمسكها ويلف التروبوميسن يعني انت مشو ياخد بالك يعني كان بيروح للأكتن الزغير رفايع السي بارت اوف تروبونين التروبونين ده جزء للأكتن هنا لا ما بيروحش للزغير وهو الثيم فيلمين سوى الاكتن بيروح للثيك فيلمين سوى المايسن ده تالت فرق تعالوا ليك ازاي بيحس الانقباط همثلها والعيب الوحيد ان انا بمثلها الوحدي في المحاضرات الحقيقية اللي بديها في الجامعات بيبقى معايا طلبة تعاوني انما هنحاول نعملها على قدر مستطاع نافرد ده الاكتن اهو ده الاكتن وانا المايسن وده الكروس بيجس صح لوقتي الكالسام كالموديولين بيروح للمايسن الكروس بيجس فيه مربع لايتشينز شا يبدو اللايتشينز هو بينشط انزاين اسمه اسمه يبدو طويل بس هتفهم ما انا مبصري مايسن ده انا لايتشين كاينيس كاينيس يعني كالسام كالموديولين ما بيروحش الاختن يمسك في مبصري مايسن لايش كلام ينشط انزاين هناك اسمه مايسن لايتشين كاينيس اظن كاينيس حفزتها كاينيس يعني محرك يحرك فوسفيت جروب اهي الفوسفيت جروب فلما ينشط ده الفوسفيت جروب دي تروح مسكة الميسم في الاكتن بالشكل ده فمسكوا مايسن مايسن لايتشين كاينيس يحرك فوسفيت جروب مسكة مايسن 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 لايتش بريج ميكانيزم لايتش بريج ماهدي عاملة زي اللاتش زي المزلاج عارف في الباب لما بنقفر الباب بنقفر الباب تحط الترباس الورا عشان يمسكوا بعضه كويس فهي بالزبط ده الميسر الاكتن مين اللي يمسككم الترباس ده فسموا الظاهرة دي لاتش بريج ميكانيزم لاتش بريج ميكانيزم بالشكل ده هذي لاتش بريج ميكانيزم هذا سؤال المسكولي مهم جدا هنا في السموس مصر تتماس بالبطل لاتش بريج ميكانيزم يبقى بطيء جدا بسبب الزاهرة دي او مفيش سايكلين خالص نقعد كونتراكتك كده مش هنقعد نشهد دي نجيب له وراه وعليه استخدام الطاقة في السموس مصر وعليه كل هذه السموس مصر هي تحتاج المدة ساعات لاتشبه تحتاج المدة ساعات تحتاج المده لما يقول لك عنوان السموس مصر هذا المزلاج هو المزلاج المزلاج ونشاطه انزيم اسمه كاينيس جاب فوسفيت جروب عمل اللاتش بريدج بيه اللاتش بريدج بيكانيزم ده يانو اورفيريس لو سايكلينك او بتالي بقى الاتي بي قليل او بتالي ما باستهلكش ايتي بي بقى مش هتتعب رجيس فاتيج لنفسها بالساعات نيجي بقى النقطة اللي بعد كده دي الرابعة نقطة الخامس ريلاكساشن سهل جدا نرجع الكالسام كله الى مكانه الى مكانه من نقطة الخامس نحن شوفها على رأسه واللي جاي من جوه مثل ساركوبلازم كتيكلم يدخل جوه ساركوبلازم كتيكلم فلما الكالسام يقل يحصل حدثين الانزيم اللي هو اسمه ميسي لايتشين فوسفاتيز دا استعباده يمركب اللاتشين اللي حط على الفوسفيت جروب دا استعباده يمركب لاتشين ويبقى انزيم اخر اسمه برضو ميسي لايتشين فوسفاتيس هذا يفق اللاتش بريتش ويحضر الركس يبقى اللي يركب اللاتش بريتش اسمه مايسن لايتشين كينيس يحرك الفوسيكروب مايسن لايتشين مايسن لايتشين فوسفاتيس هذه الفرق الخامس هذه الخمس فروق ما بين الموليكولارثيري بتاع الكسكيلتر مصري وتاع كسكيلتر مصري تعال بقى نتفرج عليها على الرسمة ماها عشقت مثل عشق للنظام والترتيب خمس فرق فرق الاول فرق الاول وعاوزك انت لما في يوم القام تبقى استاذ فاضل وتشرح ما تتوهش الناس فيه هذا تكمم التفصيلات لو انت منظم الناس هتفرجه وكويس قوي وهتعد وراك ادي فرق ادي التالي ادي التالت ادي ربعا للخامس اول فرق مصدر الكلسام الكلسام في حالة جاي اساسا ليس فقط مني بالإكسرا سيرو فليوود ودخل عم طريق كام شانل اثنين اللي هما مفيش غيرهم الجيتد مطلوب البطل في السموث مصري والمصدر الثاني يعني المصدر الاولاني ثم اكسترا سيرو فليوود بطريقتي ثم اكسترا سيرو فليوود ثم الساركو بلازمي كريتيكولام لانه ما هو شو اللي فينو وتبقى عارب يخرج هنا مش من ريانودين ريسيبتور نعمل كالسام ريليس من جوه هناخدها في الهارد كالسام انديوس كالسام ريليس بإذن الله ثاني فرق كالسام يدخل ده لا يقدر يعمل حاجة لابد من تنشيطه ينشيطه ينشيط بروتين اسمه ايه؟ اسمه البروتين لينشيط كالسام موديولاتين بروتين طبعوذينا في كلمة واحدة الانجليش يبقى كالموديولين فالكالسام مع الكالموديولين يعمله كالسام كالموديولين كومبليكس هو ده اللي يقدر يشتغل دي تاني فرق يبقى اول فرق كان في مصادر الكالسام تاني فرق تنشيط الكالسام تالت ورابع فرق لطاف جدا انك انت الكلسام ده بيروح لمين؟ دي اهم سؤال ما بيلعبش مع الصغير بيلعب مع المايسن او بيروح الى مايسن اني حتى في المايسن يبقى افتكرة حتى التربة كده مثلتها ازاي؟ يبقى الكلسام كان موديولين كومبليكس بيروح الى المايسن مايسن لايتشين انزيم يركب الفوسفيت جروب فيمسك المايسن في الأكت وانزيم يفكه فيحصل راكسيش اللي بيركب اسمه ايه؟ يحرك يبقى كينيز مايسن لما تبقى فاهمه عمرك ما تنساه مايسن يركب الفوسفيت جروب طب الزاهرة اسمها ايه؟ دلوقتي زي الترباس اسمها لاتش بريج دي نقطة الرابعة الفرق الرابع اللاتش بريج ميكانيزم بماذا تتميز؟ بانه بس السايكلين وقف او سايكلين وبالتالي نستهلك ايتي بي قليل قوي وبالتالي اللاتش بريج ده الفرق الرابع اللاتش بريج طب الفرق الخامس دخول الكالسم نشط المايسن كينيز اللي بيركب لازم يخرج عشان يتنشط انزيم اخر اسمه مايسن ماذا تتميز كالسم يدخل في الساركو بلازم فتركيز الكالسم يقد طب خلاص الانزيم اللي بيشتغل بالكالسم اللي هو كينيز ويشتغل التاني اللي هو فوسفاتيز يفق الفوسفات بوند فيحصل كلام رزيز جدا يبقى حضرتك تحفظي كلمتين مهمين اللي بيركب اسمه مايسن افتحه دانك كينيز واللي بيفق اسمه مايسن فوسفاتيز يبقى اللي يركب كينيز واللي يفق فوسفاتيز فوسفاتيز وكان فرق مع عشقة مثل العشق للنظام والرسومات حصاد السنين اللي بتشوفها تقعد كده تسمع وتتفرج عن رسم الصورة تساوي مليون كلمة هذا مثل صيني مش اقولها تاني انت ممكن تسمع الفيديو مرة اخرى وعطان سالاتش بريجي ده فيه واحد من اهم الاسئلة في الاندوف تيرم اجزام يبقى في الاتش بريجي ده اهي وعليه 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 نعيد نفس الكلام بس طريقة تانية في جدول المقاط المهمة العشقة في الجدول في الجدول السورة العشق بين انترا سيلورا كالسيم تكايم الساركو بلازمي كريتيكلا. انما هنا ميلي اكسرا سيلورا للأوائل ميلي مش فقط. طب الرولوف كالسيم في السكيتر مصر كان يلعب مع الزغاية مع الرفاية عثيم فيلمنس الاكتن كان بيمسك في السي بارت اوف تروبونين فيا كان له حتة من الاكتن فيشيل المصيبة اللي كانت تسميها تروبو مايسل يبقى اللعب هناك مع الاكتن انما هنا بيلعب مع مين في السموس مصر مع المايسل بيكتيفت مين مايسل لايتشين كينيز فالثالث الكالسيم موبيلايزيش هنا ازاي بيطلع الكالسيم مين كان بيفتح على الريانورين ريسيبتور تشانيل الكهرباء فكان فيه عن طريق تيتيبيولز اللي هي مش موجودة خالص قلنا في السموس مصر لا فيه تندن ولا تيتيبيولز ولا التروبونين تروبو مايسل والتروبونين تروبو مايسل سيستم لا يوجد تاتا تيدي فهناك كان الديبولاديشن بيطلع عن طريق تيتيبيولز يفتح البوابات بتاعت الكالسيم اللي هي ريانورين ريسيبتور تشانيل إنما هنا التشانيل مفيش تيتيبيولز والشانيل مهاش ريانورين ريسيبتور تشانيل إنما إنزيتول ترايفوسفيت ريسيبتور تشانيل بتزود الكالسيم ليس من الساركو بلازمي كتيكولم طيب إذن الكالسيم اللي دخل السموس مصر جاي من كم مصدر من بره دخل عن طريق حكتين لائجان جيتيت كالسيم شانيل وفولتج جيتيت كالسيم شانيل خلاص ومن جوه من الساركو بلازمي كتيكولم للمرة العشرة عن طريق الإنيزيتول ترايفوسفيت ريسيبتور كالسيم شانيل كم يقولنا بس ده يجي أسئلة امس كيو يبقى أول فرق هنا انترا سيلور إنما هنا اكسرا سيلور ميني تاني فرق مهم جدا ان في السكيتر مصر بنلعب مع رفاية مع الاكتل إنما في الشموش مصر بنلعب مع التقين هناك كان بيروح لسي بارتو فتروفونين ليه جزء من الاكتل إنما هنا بيروح للميسل ليتشين كينيز انزار طب اللي منظوه بيبقى مبولازي ازاي هنا كان فيه تي تي بولس في السكيتر مصر تفتح رائل مديني سابتون شانيل في الساركو بلازمي كتيكولم اللي هو المصدر الوحيد للكالسيم في السكيتر مصر تطلعه إنما هنا ده مصدر مش مهم لكن على أين بيطلع من إيزيتول ترايفوس فيت ريسيكتور تشانيل وما فيش تي تي بولس وعليه الكلسم اللي داخل السموش مصر وزياج جالها من كم مصدر مصدر مصدرين من بره هنطرق اللايجان جيتد والفولتج جيتد كالسيم تشانيل ومصدر من جوه من من البورلي ديفالوبت ساركو بلازمي كتيكولم اللي مش محتاجينه قوي هنا معظم الكالسيم جاء من بره فهذا يخلي عمليها بطيئة ومنتشان البطيئة يخليها بطيئة والسموش مصدر يتتماز بالبطل عن طريق إيزيتول ترايفوس فيت ريسيكتور صفحة أخيرة في المصدر تحكم فالسموش مصدر تحكم فالسموش مصدر سوف تفهم الموضوع كويس قوي وكل واحد يرجع للمصدر الذي يقرأ منه لان انا عارف ان يسمعني مجموعات مختلفة من الطلاب في جامعات مختلفة في بلدنا في مصرنا العزيزة وفي بلدنا العربية العزيزة وحتى في أولوفر ديورد انا عارف في ناس يتبعني من استراليا وناس يتبعني في كندا وناس في امريكا من المتحدثين بالعربية بعد ذلك سوف أقوم بعمل لهم كورس انجليش نبدأ بأبناء جلداتنا أفضل كاركتريستيكس 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 تعمل كاركتريستيكس مش محتاجة نابس لو قطعت السيمباتاتيك والبراسيمباتاتيك بتشتغل عادي خالص لان عندها مقدرة انها تطلع الاكشا موتينشيل بنفسها لان انت فاهم لان الاكشا موتينشيل بيبقى قريب بيلعب بيقرب من الفيرينج لابل تحط عليه سلو ويف والسلو ويف دي تصل للفارينج لابل هتدي اكشا مفتنشا عاوزوا بانتظام لا تستخدم بقى البيس ميكر بوتنشا فالسموس باصل بتنقبض لوحدها بطريقتين يعني اما طريقة ريذميك لو كان عندها البيس ميكر بوتنشا أو طريقة تتانيك تيترنس يعني كونتينيس كونتاكشا هاي تعال وراها لك فتقدر تعمل كل حاجة لانها عندها جميع انواع الكهرباء فتقدر تشتغل زي البيس ميكر تيتانيك كونتاكشن يعني كنتينيوس كونتاكشن او ريزميك كونتاكشن كونتاكشن الهارت اللي انا بعملها الهاتف وبعمل لك مؤسرات صوتية عشان تفهم لي سموها ريذمي لانها صورة ريذمي طيب نقطة التانية هذا الفونتينيس كونتراكشنز ار كنترولد باي الفونتينيس كونتراكشنز كنترولد بالايه بحكتين واحد موتور نيرونس اخذنه في الوطنونك سيمبثاتيك و باراسيمبثاتيك خد بالك دول نيرف ريجولاتور يعني هما ما يشغلوش واحد لو بنتكلم على الجي اي تي يبقى البارا صديق الجهاز الهضمي ينشط والسيمبثاتيك يبطأ لكن لو بنتكلم على حتة تانية غير الجي اي تي مثلا زي سيل بلوت فيسلز فالسيمبثاتيك بيعمل فازو كونتريكشن في الاغلب ما عدا طبعا انت عارف الكورونالي سكيتر مصر بلوت فيسلز والبارا بيعمل فازو دالتيشن في الاغلب ما عدا الكورونالي بسلز وليه في البارا ما قلتش لسكيتر لان البارا ما بديش الحتة التي فيها سكليتر مصر لا تغبطش اللي هما الليمز والأبدومين والثراسي كون لو كنت فاكر يعني او لو كنت ناسي افكرك انا رأي الاغمية نيجي استيميلاتوري فاكتورس خباك انشيات كونتراكشن ودوت اكشن مبتنجا لها ميزة لسلوس مصر اشتغل لوحدها اي من ودوت اكشن مبتنجا برك عربة خالص نشيك كونتراكشن ودوت اكشن مبتنجا اول حاجة الستريتش الستريتش يعني ده بيقلاو الهولو أورجان تكونتراكت وين استريتش ودي برضو انا عاوز اتأمل فيها من رواع الخلق والخالق انه مفروض لما اكل اني حتة اللي تشتغل في الامعاء اللي فيها الاكل ولا تشتغل اللي ما فيهش الاكل طبع اللي فيها الاكل تشتغل عشان تزوق الاكل حتة اللي بعدها والحتة اللي بعدها تزوقها بتحصل بصورة اوتوميتيكية اللي هولدي اي حتة بيستقر فيها الاكل اهو الاكل ده بيعمل ايه بيعمل استريتش فالحتة اللي فيها استريتش تعمل كونتراكشن ينزل الاكل حتة اللي بعدها بيحصل لها استريتش فتعمل كونتراكشن ايه الروعة دي يعني كان الانتستن بتفكر الحتة اللي ينبغي تشتغل لانه وصلها الاكل هي اللي هتشتغل. اللي ما فاش اكل تتنى ما يجي لها الاكل. طب كيف يعلن الاكل عن توابود ايه؟ بانه بيعمل استريتش استريتش في السموس مصر لما بيدخل الاكل الحتة دي بيحصلها استريتش. فربنا خلى استريتش يعمل انقباض. تروح للحتة اللي بعدها. اللي بعدها تبقى استريتش. اللي استريتش يعمل انقباض. ايه التنظيم الرائع ده؟ كأن فيه عقل فقط اللي بيوصلها الاكل هي اللي بتنقبض. عشان تساعد الهب وتساعد خلط الاكل بالعال. عصائر الهاضمة عشان تهضل. وعشان تجوء الاكل قول ده وين؟. باللستريتش شوف الروعة. اللي بعدها الكول دي اولاد. كلنا عارفينها بيينكريس الكنتركشن. بازع لما واحد يقول بيينكريس الكنتركشن. يا بابا ده الناس بالفطرة بتقول لما يجيله مغصة في معدتي هي. يقول لك انا خدت برد برد في معدتي. فحسس بقلم. قلم يعني ايه؟ يعني كونتركشن قوي عامل قلم. يبقى الكول الوكال فاكتورس. كل دي استيميلاكتوري فاكتور نمرة اثنين في اربعه. وشوف الالوان بتساعدك. الاربعه بلون لازع. الوكال فاكتورس. الاسد وزيادة الكاربون دي اكسايد ونقص الاكشن تعمل الاكشن. الالكالي والبوتاسيوم تعمل كونتراكشن. خلاص. يبقى الاسد وزيادة الكاربون دي اكسايد ونقص الاكشن. اكسايد. لا يوجد اكسايد. ستعمل اكسايد. وفي ساني اكسايد الكاربوني يصبب. واضح انها اشتغلت زيادة. فا تتساعد. ماهي الدلائق لانها اشتغلت زيادة؟ تلت دلائق. ان الشغر قلنا الميتابوليزم لا يطلعش غير الاسد. ان الاسد زادت. خلاص. والكاربون دي اكسايد الناتج من الشغل زادت. واستهلكت الاكشن نقص. اشتغلت كتير. يبقى بس. تريح. احبا. فربنا خلاص افرادوا الاسد. العكس الالكالي الكوتاسيوم يعمل. نيجي هيمورال فاكتور. وانتو فاهمين يعني ايه هيمورال فاكتور. يعني حاجة عن طريق سوائل الجسم جاية. في لايجان مواد كميائية جاية عن طريق سوائل الجسم. هتباين مع ريسبتور تجي. لو مسكت في اكسايدات ريسبتور هتعمل كنتراكشن. مسكت في انهيبيت ريسبتور هتعمل ريلاكسيشن. طب ان وطوية الاكسايدات ريسبتور بيعمل كنتراكشن. هو في كنتراكشن من غير ما الكالسم يزيد جوة يبقى 100% الاكسايدات ريسبتور في النهاية. بتؤدي لزيادة السايتو بلازميك كالسم. وبالتالي كنتراكشن. نعدي لك مثال. يعني انت فاكر الكالسم اللي كان جاي من بره كان بيجي عن طريق ايه؟ اه طالب وقال لهم لي كده ساعدني. والتانية كان اسمها ايه؟ لايجان جيتت. انا بقى عاوز اللايجان جيتت. فيمسك اللايجان في الريسبتور يفتحها يدخل كالسم من بره اللي هو المصدر الرئيسي الاكسايدات ريسبتور يزيد جوة السايتو بلازمي يعمل كنتراكشن. وبينها لو انت فاهم لايجان مش كالسم كان بيدخل بلايجان لكن لو 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 مسكنا. في لايجان مسك افا اللي بيسبتو. يبقى مانع دخولي بكالسم. يبقى بالعكس كالسم يقب بره فيحصل هايبر بولاريزيشن. يبقى بره بوستيف وجوة نيجاتيف يحصل خلاص. وبالعكس الكالسم اللي جوة هيحصله بومب فروم دسل. والاكتيفاشن البوتاسيوم تشانل هتنهيبت الكالسم انفلكس. يعني الكالسم بيدخل. واللي جوة خرج. يبقى الاوتر سيرس عليه مور بوزيتف شارجز. يبقى قلناه في الاوترونيك. هل النيرف سبلايا لاد؟ نيرف اوبريتور ولا نيرف ريجليتور في الاوترونيك ريجليتور؟ يعني ياتزاود يتلقص. بيتأفكت السبونتينيس كونتراكشن. دي طريقة. في طريقة تانية. صور النيرف بتأفكت الكونتراكشن بطريقة تانية. إنها بتغير السينستيفيتي تولوكال. أور سيركولاتين كيميكال ايجينز. يعني النيرف السيمباتاتيك والبارسيمباتاتيك. بتخلي اللايجن ريسيبتور يا أكثر يا أقل حساسية للمواد اللي جاية عن طريق سواء الجسم لوكال. أور سيركولاتين كيميكال ايجينز. يبقى النيرف بتؤثر بطريقتين. دائريكلي تزول أو تناقص كونتراكشن. وإن دائريكلي إنها تسمح بدخول كالسم كتير أو كالسم قليل عن طريق تغيير السينستيفيتي تولوكال. وور سيركولاتين كيميكال ايجينز. نيجي. رابع وآخر حاجة وهي الأهم. اللي هو الريليشن اوف لانتو تنشن. ظاهرة اسمها. بلاس تي سي تي. بلاستي. خلاص. بصوا معي. ما هي البلاستي ستي. اي عضلة بالعضلات التلاتة اللي هما سكيرتل أو كاردت أو سموس دي العضلة ايه. لو زودت الانيشن لينث بتاعها شدتها التنشن هيزيد. وقلنا دا يسموه باسيف تنشن. بسبب ايه؟ إنك بتشد السيريز إلاستيك إلمنت. المفاجأة المفاجأة اللي أول مرة هتعرفها عارف مين السيريز إلاستيك إلمنت جوها المصل الحقيقية؟ اللي هي ما هياش أكتن ومايسن لكن في نفس الوقت إلاستيك؟ افتح هدانك. الكروس بريجيز. يعني الكروس بريجيز اللي مسك الميسم في الأكتن لأنه نورمال فيه مصل تون لما انت بتزاود الطول المبدأ العضلة الكروس بريجيز ما بينهم بتتشد فالتنشن بيزيد وده. اللي سميناه كده باسيف تنشن. في الاسكيلتال مصل طول ما انت شادد التنشن زايد. في الكاردياك مصل طول ما انت شادد التنشن زايد. افتح هدانك. في الاسموس مصل برغم انك لسه مزود إنشا اللينث لسه مزود طول العضلة. تلاقي بعد شوية التنشن بقى نورماليز. التنشن اللي زاد قل. هو ده ظاهرة البلاستيستي. يبقى يعني ايه بلاستيستي. نورماليزيشن اوف تنشن. يعني التنشن رجع للنورمال. برغم ان الطول بتاع العضلة لسه انت شاددها. اللينث بتاع العضلة مازال زايد. يبقى. نورماليزيشن اوف تنشن. ويد. 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 انكريز. لان. تعالى نشوف الرسمة جميلة. اهي. لوقتي لما حضرتك دالمايسن ودالاكتن وقلت لك الاول مرة تفهم ان الاستيك المزودة. السيريز الاستيك المزودة هي كروس بيجيز. لما تزود الطول المبدأ العضلة هوا. تابعني بالليزر. يبقى العضلة طولها زادة هوا. حضرتك عملت ايه؟ الكروس بيجيز اللي كانت مسكة بين هنا وهنا. تشدد. فالتنشن زاد. طب ازاي برغم ان انا لسه شادد العضلة التنشن رجع للنورمال. اقول هلأ. ان الكروس بريجيز غير بمكانها. يعني بدل ما يماسكها في حتة بعيدة هي. ناخد الليزر التاني يمكن يبقى اقوى شوية. ده الاثنين ضقفوا. يبقى نغير البطاريان. بدل ما ماسك في حتة بعيدة يغير ويمسك في الحتة دي اهو زاين. فالشد قال. فيبقى نورماليزيشن. التنشن رجع للنورمال. هي دي ظاهرة البلاستيستي. سوال صعب في الامسكيو. يبقى ما هي البلاستيستي. تعاني شوك مع بعض. ديفينيش. نورماليزيشن. التنشن رجع للنورمال. تنشن رجع للنورمال. لو شدتها الاول التنشن يزيد. أولا التنشن يزيد. تنشن رجع للنورمال. وانت فاهم ليه؟ عشان حصل ريء الرينجيمنت. يبقى الميكانيزم. هذه مكتوبة تحت الميكانيزم. تعال نحطها كده عشان نشوف. يبقى أحسن. الميكانيزم. ري ارينجيمنت. كروس بريجيس. الكروس بريجيس. قعد الترتيب الرحة. بدل ما يمسكها في البعيدة دي ومجدودة. مسكت في عحدة قريبة. يبقى ري ارينجيمنت. كروس بريجيس. طب ما هي السجنيفينس. السجنيفينس. ان الهولو أورجن. كان اكيوميليت. لارج فوليوم. بدأت فاهمالك في الحياة. لما حضرتك دلوقتي قاعب تسمعني. والمثانة بمالب بتاعتك يبقى فالكروس بريتجز جوه تشدد فالنتيجة لما زادت تنشن زاد عليه البرشور جوه المثانة البولية فحضرتك حاسس بأن ضغط عالي في المثانة البولية حاسس برغبة في أنك تروح تفضي بس أنت مستمتع وخلاص هنخلص فقلت خلاص نستنى شوية هتابع المحاضرة تلاحظ شيء غريب جدا أن الإحساس اللي حصل ده بعد شوية انقضى أديك فهمت ليه لأن الكروس بريتجز غيرت مكانها فما بقاش نو مور انكريس انتنشن تنشي عن النورمال البرشور بقى النورمال وده يعني كأن اليورين يا بلادر بتديك ألارم بس في الأول برشور زاد خد بالك البولي بتابع كتير لو حالك مش فاضي مش فاضي متشاغل مش مشكلة بس طعم بحدود لو تمالت 700 سنتي فيش كلام خلاص 700 سنتي لازم تقوم تفاضي خلاص لما تمالت أقل التنشن زاد أنا حاسي قدتني جرس بس أنا مستمتع بالشيء اللي بعمله هراي حاجة عاوز أعملها الكروس بيجي استعيد ترتيب روحها حيث التنشن يرجع النور النور فالهولو فيسكس ممكن يأكمل من غير ما يزيد ومال ليه زاد في الأول شوية نظار خد بالك بقولها حتى قصة لطيفة لما ناخد طفل يعني الأطفال اللي يحبوا ينكدوا عليك شوية وبعدين تقوله تعالى بابا ناخدك ماكدونالدز أو ما شابه وتوى منزلنا يقوله هاوزا عملت ولات تقوله طب يا بابا استنى بقى من نروح ماكدونالدز يعني خلاص هو فاضل خمس دقاء هاو هنوصل استنى امسك روح العالب تتكلم في السيولجي أول ما تقصر مجمونا ويفرح بالصور بتقوله يلا لك راحت راحت الوقت بيحكي في السيولجي حصل بلاستيستي الكروس بيجز غالب مكانها التنشن راح البرشور ما بقى زيب مش حاسس حاجة ممكن يكمل معاك بحدود عند حد معاين هيرجع تاني كل شوية تديك جرس كلما تجمع تديك جرس عشان تفهم ما هي اهميتها الظاهرة الرهيبة لها البلاستيستي تتعلم هولو فيسكاس الأحشاء الجوفاء تؤكمودي تقوميدي 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 تقومي تقومي او انت فاهم الاول تقومي زياد و بعد تقومي لما تشد الكروس بيجز زياد تقومي لما عدلت من مكانها اكلة فاول ما تقومي تحس المعدة بملد يقول لك تعالى حالي تقول لها مش قادل لوقتي يجبني فرصة شوية خلاص ايه بالفطرة ايه الفرصة هيحصل فيها المعدة هيحصل فيها من الكروس بيجز وتريلاكس فالبريشة يقل فتاكل ثاني يعني المعدة تنبسط فالبريشة فيها ال وحضرتك تاكل ثاني وتنبسط يبقى التنشم فيها قل فانت تقدر تقوم تاخد الديزيرت ومش كلنا بنعمل كده الناس قول ما كل بطي ما يقل الديزيرت استنى شوية استنى شوية ما اللي حصل في شوية حصل رينجي من الكروس بيجز ده ظاهرة من احلى الظواهر ياولاد اللي هي البلاستيستي اي هوب اي كلير ان دم اي كلير يبقى ده بتيجي في البلاستيستي ثلاث نقاط هتشوحى فيها ما هي الديفينيشن ده فقط على فكرة فين في الظواهرة البلاستيستي انها تقدر ترجع التنشم للنورمال برغم انها مازال مجدودة لكن التنشم رجع للنورمال ده فقط في السموس مصر نورمال زيشن تنشن ويذ انكريس لان برغم زي المسطرة البلاستيك اللي كنت ماسك حال لكم رحيل الله يسموها البلاستيستي اي بلاستيستي بتقدر تغير بلاستيستي يبقى تاني السموس مصر بلاستيك ذات اذا ستريتش هيحصل مرحلتين تابع الرسمة بالليزر وانا بقولي بكلام في الاول التنشن تغير ليه عشان تشد الكروس برجس اللي قلت المفاجأة كانت من هي السيريز الاستيك المنت في المسلز كروس برجس هو السيريز الاستيك المنت تشد فالتنشن زاد طب ازاي التنشن رجع للنورمال ثم تنشن جرادية يرتير لنورمال لان الميكانيزم حصل ريارانج من الكروس برجس ميكانيزم ريارانج من كروس برجس طب السيريز نقطة الثالثة يتقلاوز هولو أورجان تؤكمودي تأكمودي 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 كما المثانا البولية في حالة اليورين كما المعدة في حالة الفود تصور المعدة حجمها خمسين سنتيم عرف ممكن خمسين سنتيمتر مقعب تأكمودي ألف سنتيمتر مكعب لتر من غير ما يحصل زيادة ضخمة في المسيط بزاهرة الكلاستيستي الخمسين يبقوا لتر المثانا البولية لحد 400 سنتيمتر مثل الفول من 400 إلى 700 يتصاعد ويستطيع أن تتمسك روحك شيء رائع كاتب نوت في بعض الجامعات ممكن تكتبها كالكاركتر أن سموث موسل فاتيج ريزيستانس لماذا؟ فسرتها بسبب ظاهرة اللاتش بريدج اللي هو المزلاج الترباس ما بين الميسر والأكتب أن السايكلين يقف لا سايكلين أو سلوو وعليه وعليه يحصل ريزيستانس وفاتيج دي ممكن تخليها جملة خمسة يعني في بعض الجامعات عندنا أربعة في البعض آخر ممكن تعملها خمسة نقولهم تاني كأنا عارف أنك ممكن تسمع الفيديو تاني هقولها في عجالة بس الحاجات يبقى أول حاجة تتميز بإيه موسل بإنها ستونتيني خونتراكشن خاصة يمكن أن تقطع النير في السكيتر المسل تشل لكن مين عنده سبنتيني ستونتراكشن سنجلها بإذن الله الهارت سيطع السيمباتاتيك والبارا طول ما يمر فيه سائل مناسب سينقبل سبنتيني ستونتراكشن في السموس والكارديك هذا سبنتيني ستونتراكشن نوتة التانية كنترول بإيه كنترول بموتو ستونتراكشن وكان فيه أربعة نقاط تحب النظار أول واحدة شرحناها رزية جدا للستريتش حتى يدخلها الأكل وتبقى ستريتش التي تشتغل لا تدخلها أكل لا تشتغل من الحياة جاني برد في معدتي تنقل تنقل الوكال فاكتور شرحتها لكم أما يشتغل كثير يطلع أسيد يطلع المتابوليزم لا ينتج غير أحماض والتلك في جسمنا ومتابوليزم عمر ومطلع غير أسس يبقى وذات الـ CO2 معناها يشتغل كثير ونقص الاكشن يبقى يريح للاكسيش والعكس الألكال كونتاكشن وبعين هي مورال فاكتور وقالنا جات من إيه مش عمى الكلسام كان يدخل عن طريق لايجان جيت التشانيل لو واحد فتحه يبقى يفتحها التشانيل يخلي كالسام يدخل أكتر كميتو تزيد جوه أكتر تنقبض أكتر والعكس بالعكس لو مدخل الكالسام لجوه طلعنا هيحصل نقطة النقطة الثالثة نقطة بنفسها وعن طريق انها تغير الحساسية لل الـ 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 عن طريق السيركوليش وآخر الخاصية اللي هي relation of length to tension اللي اسمها plasticity normalization of tension with increased length بسبب نمرة اثنين rearrangement cross bridges اهميكها ان الهولو فيسكاس كان accommodate large volume without much change in pressure نمرة خمسة او في بعض الجماعات مش خمسة اكتبها نوت بسبب اللاج bridge mechanism اللي هو مهم جدا في msq fatigue resistance ما هو latch bridge ان يبقى فيه latch ما بين المزلاج بين mysron وال actin وتوقف عملية cycling او تبقى bridge low وعليه استهلاك ATP وعليه وعليه تبقى fatigue resistance بكده وليس خلصنا حاجات حلو خالص introduction autonomic nerve muscles blood وده وده الجزء الاساسي في الترمي الاول لسنة اولى ولكن انا عارف ان بعض الناس عاودة شوية circulation ونحن بدايات كده في circulation و respiration في الفترة القادمة ومرة اخرى بشكركم على وقتكم واتمنى ان اكون قد افدتكم ولم يبقى الا الدعاء والتوفيق والفخط من الله good luck الى ان نلتقل